ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعافية استكمالا لسلسلة قصص الممثلين اللي بدأناها من فترة ومثل ما طلبتم على الانستجرام أو حسب ما تم التصويت له في الانستجرام كان عندنا منافسة شريسة ما بين دينزل واشنطن وكيليان ميرفي وفاز بالمنافسة دينزل واشنطن وتكلمنا عنه في الفيديو السابق تقدرون تشوفونا الفيديو موجود على القناة لو لسه ما تابعتوه ولاني وعدتكم اننا راح نتكلم عن كيليان ميرفي حتى وان ما فاز بالمنافسة فاليوم راح نتكلم عن كيليان ميرفي اول شي لازم تعرفوه يا جماعة اني لما سوي الفيديوهات هذه ببحث كثير وبقرأ كثير مرة كثير انا ما عندي فريق اعداد ولا عندي فريق تصوير ولا عندي اي شيء كل شي قاعد يسويه الحالي اشوف فيديوهات ولقاءات وبعد تعب وبحث وتحري اطلع لكم بهذه النوعية من الفيديوهات كل اللي انا عاوزوا منك ايها المتابعة العظيم وايتها المتابعة العظيمة حاجة بسيطة جدا بس اضغط لايك على هذا الفيديو طبعا لا تضغط لايك اذا ما عجبك الفيديو لا اذا ما عجبك اعطيني ديسلايك من ابسط حقوقه لكن لو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك مل اني ابيكم تفجرون المقطع لايكاتي لا بس عشان المقطع يوصل لأكبر عدد من المتابعين المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات ويلا بينا نخش على الاسطورة كيليان ميرفي ولد كيليان ميرفي في الخامس والعشرين من مايو سنة 1976 بمدينة كورك الارلندية وعنده ثلاثة اخوان وهو اكبر واحد فيهم امه وابوه اشتغلوا في مجال التعليم وامه بالتحديد كانت معلمة لغة فرنسية تدروني يا جماعة ويش المميز في كيليان ميرفي تدروني ويش الشي اللي حصل لمعظم الممثلين اللي تكلمنا عنهم سابقا في القناة بس ما حصل لكيليان ميرفي ابغاكم تخمنوا ايش؟ خمن معي عزيز المتابع يب هو ده امه وابوه ما انفصلوا يس 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 شكرا معناته نظرية انفصال الام والاب سبب في نجاح الاطفال نظرية فاشلة ولا تمت للواقع باي صلة ولكن اشكر تحرياتكم لما كان عمر كيليان ميرفي عشر سنوات بدأ يتعلم الموسيقى وكتابة الاغاني بل انه وقع في حب هذا المجال ولما وصل سنة المراهقة اسس هو واخوه الصغير فرقة موسيقية اسموها The Sons of Mr. Green Jeans مشت امورهم فترة وكانوا على بعد خطوة من توقيع عقد مع احد الشركات الموسيقية ولكن حال بينهم وبين توقيع العقد مشكلتين المشكلة الاولى اخوه الصغير كان باقي يدرس في الثانوية وما يقدر يلتزم بالعقد بشكل كامل والمشكلة الثانية الشركة كانت بخيلة وما اعطتهم مبلغ كويس وللأسف تكنسل العقد ولاحق انصرح كيليان وقال انه كان مبسوط انه ما تمت هذه الصفقة لانه كان بيترتب عليها التزام قوي جدا فضلا عن انها ما كانت صفقة جيدة لا من ناحية الفلوس ولا تسوى عليها انه اخوه يترك دراسته الثانوية علشانها اما بالنسبة لعالم التمثيل ودخول عالم التمثيل كيليان مورفي يا جماعة اكتشف حبه للتمثيل لما كان في المرحلة الثانوية وبالتحديد بعد مشاركته في المسرح المدرسي ووصف كيليان تجربته بانها كانت تجربة جدا رائعة وحس انه فعلا هذا هو المجال اللي يحبه وفي هذه الفترة شافوا واحد من المعلمين في المدرسة كان اسمه ويليام وول وهو في الاصل روائي وشاعر الاستاذ ويليام وول لما شاف اداء كيليان على خشبة المسرح نصحه وقال له يا ابني انت لازم تصير ممثل لازم تسعى وتطور نفسك في هذا المجال لانه فعلا داخلك يوجد ممثل يريد الخروج الى عالم الفن السابع طبعا ما استمر في التمثيل هذه الفترة لانه مثل ما قلت لكم كان مهتم في عالم الموسيقى وكتابة الاغاني بس هذه الفترة بالتحديد اكتشف انه يحب التمثيل وانه برضو يقدر يمثل بعد ما تخرج من الثانوية التحق بالجامعة واختار انه يتخصص في مجال الحقوق طبعا اختياره لهذا التخصص ما كان نابع عن حب ولا عن شغف ولا عن اي بطيخ اختاره كذا هشك بالشك ولا كمل حتى اول سنة وبالفعل سحب على كلية الحقوق لانه ما شاف شغفه وحبه فيها نهائيا نفس حكايتي بالضبط دخلت ادارة اعمال وانا ما في راسي اي ادارة اعمال بس هبل كذا الفرق بيني وبين كيليون انه هو انسحب من الكلية من اول سنة وانا كملت وتخرجت الشهادة انبروزة هناك يا كويس المهم بعد ما سحب على الكلية وبعد ما فشلت صفقة هذيك هو واخوه مع الشركة الموسيقية بدأ يرجع ينمي اهتمامه في مجال التمثيل اكثر واكثر ومع الوقت شارك في العديد من الاعمال المسرحية المحلية البسيطة ولكن يقول كيليون وقتها ما كنت مهتم بالتمثيل 100% كمشوار فني بقدر ما كنت اسعى اني اصير ممثل عشان اثير اهتمام الفتيات واتعرف عليهم يا وادي يا راعي الفتيات انت بعد كده اطور حبة حبة في مجال التمثيل وشارك في فيلم كوميدي ايرلندي امريكي اسمه دي بيشوب وفي نفس الفترة هذيك وبعد مشاركته في المسرحيات المحلية البسيطة قدر انه يلتحق بشركة انتاج مسرحية في مدينة كورك وهي مسقط رأسه وكان اسم الشركة كوركا دوركا ولعب دور مهم في مسرحية اسمها ديسكو بيكز وبرضه هذاك الدور اتاح له فرصة اضافية للمشاركة في مسرحيات ثانية على مستوى اعلى من المسرحيات اللي كان يمثل فيها قبل وفي العام 2001 تم تحويل مسرحية ديسكو بيكز اللي يمثل فيها الى فيلم واستطاع انه يشارك في هذا الفيلم الفيلم ما حصلت تقييمات جيدة تقريبا تقيمه 6.5 من 10 ولكن كانت هذه احدى محطات انطلاقه في عالم الافلام اما في العام 2002 وصل لكيليان مورفي واحد من اهم ادواره واللي كانت سبب في سطوع نجمه وبزوغ فجره في العام 2002 حصل كيليان مورفي على دوره المهم في فيلم 28 Days Later وهو فيلم يحكي نهاية العالم على يد مخلوقات الزومبي اللعينة وللمعلومة يا جماعة الفيلم مرة قوي انصحكم تتابعوه لو ما تابعته المهم انه بسبب دوره واداءه في هذا الفيلم قدر انه يترشح لجائزة The Empire لأفضل ممثل صاعد وبعدها بدأت تجي عدة عروض مختلفة وشارك في مجموعة افلام جيدة اما في العام 2005 وصلوا واحد من اهم العروض في مسيرة المهنية في فيلم باتمان بيجينز للمخرج العظيم كريستفور نولان وادى دور الدكتور جوناثن كراين الطبيب النفسي المجنون او سكير كرو او الفزاعة وهو واحد من اعداء شخصية باتمان خلاص انت كذا وصلت يا كيلين لقد فعلتها يا ولد مورفي لقد وصلت للعالمية يا نجم طالما عم نولان شخصيا تواصل معك فانت بالتأكيد ممثل ناجح وخطواتك تمشي على الطريق الصحيح بعد مشاركته في فيلم باتمان بيجينز استمر ايمان كريستفور نولان في هذا الممثل وحصل برضو على دور مهم في فيلم انسيبشن عام 2010 وبرضو لاحقا في العام 2017 حصل على دور في فيلم دينكيرك لنفس المخرج كريستفور نولان هذه تقريبا اهم الاعمال اللي نعرفها عنه في مجال الافلام بس برضو شارك في كثير من الاعمال غيرها بعضها كانت ممتازة وبعضها كانت لا بأس فيها مثل فيلم دا ويند ذات شيك دا بارلي واللي يتحدث عن حرب الاستقلال الايرلندية وفيلم سانشاين واللي يتحدث عن مهمة لعادة احياء الشمس بعد ان اوشكت على الخموت وشارك برضو مع ممثلين كبار مثل جوني ديب في فيلم ترانسندنس عام 2014 ومع روبرت دينيرو في فيلم ريد لايت عام 2012 وغيرها الكثير من الافلام اما في العام 2013 حصل كيليان مورفي على واحد من اهم ادوار الحديثة واللي رفعت اسمه فوق اعالي قمم الممثلين والشخصيات المعروفة واحد من الاعمال القوية جدا والمصنف في المرتبة 58 ضمن قائمة اعلى 100 مسلسل تقييما على موقع ايم دي بي وبتقييم 8.8 من 10 حصل كيليان على بطولة مسلسل بيكي بلايندرز وهو مسلسل جريمة بريطاني من ابتكار ستيفن نايت وتقع احداث المسلسل في برومينغهام في انجلترا ويركز على عائلة شيلبي الاجرامية في اعقاب الحرب العالمية الاولى المسلسل مقتبس عن عصابة بيكي بلايندرز الحقيقية ولكن باحداث خيالية وهي عصابة كانت ناشطة منذ تسعينات القرن التاسع عشر الى اوائل القرن العشرين ويلعب كيليان مورفي دور توماس شيلبي زعيم العصابة اذا ما تابعتوا للحين قل لي عزيز المتابع ايش تنتظر من جد ايش تنتظر وصدقني بتشوف واحد من اعظم واقوة الشخصيات في عالم المسلسلات سواء من ناحية اداء كيليان والممثلين الكبار اللي معاه او من ناحية المسلسل وقوة احداثه وبناءها فيب لايفوتكم معلومات بسيطة عن شخصية توماس شيلبي يقول كيليان مورفي انه يكره قصة الشعر الخاصة بشخصية توماس شيلبي وانه يشوف ان الناس اللي يسووها مجانين بالتأكيد هذا كلامه هو مش كلامي انا ويقول انه لما يقص القصة هذه استعدادا لتقديم الدور يتجمع الجمهور عليه في الاماكن العامة وهالشي ابدا ما يعجبه ويشوف انه انتهاك لخصوصيته مرة ما يحب التجمهر اللي يصير عليه واللغوصة هذه ويرتاح اكثر لما يكون بقصة شعره الطبيعية حيث ان الجماهير ما يلاحظونه بسهولة برضو معلومة ثانية عن توماس شيلبي تلاحظون انه في المسلسل يدخن كثير مرة كثير واستهلك اكثر من 3000 سيقارة اثناء تصوير هذا المسلسل ولكن السجائر هذهك ما كانت سجائر تبغة حقيقية بل كانت عبارة عن سجائر محشوة باعشاب من نوعه يفترض انها اقل خطر من تدخين سجائر التبغ المعروفة المهم خلونا نرجع لحياته الشخصية شوية بس عشان نختم الفيديو ببعض المعلومات البسيطة عنه ولعلمكم هذا الانسان ما يحب يتكلم كثير عن حياته الشخصية ولكن هذه المعلومات اللي قدرت اجمعها عنه تزوج كيليان مورفي من صديقة ايفون في العام 2004 واللي تعرف عليها في احدى حفلاته الموسيقية لما كان موسيقي عام 1996 عنده منها اثنين من الاطفال وما زال الى يومنا هذا يعيش معهم في ايرلندا ويرفض الانتقال الى هوليوود لانه يحب يظل قريب من اصحابه وعائلته ومدينته ومثل ما قلت لكم الانسان هذا عنده اهتمام في عالم الموسيقى والغناء بشكل عام فلذلك هو لا زال يكتب الاغاني ويعزف الموسيقى ولكن كلها داخل الاطار العائلي وبين الاصدقاء في المناسبات والتجمعات العائلية فقط معلومة ثانية برضو كيليان مورفي كان انسان نباتي لفترة طويلة من عمره ولكن ما هو لانه يرفض قتل الحيوانات مثل فكرة النباتين العاديين بل لانه يرفض الممارسات الزراعية الغير صحية ولكنه رجع لأكل اللحوم بعد ما بدأ يمثل في مسلسل بيكي بلايندرز اكل اللحومه بس ده كان باقي شوية وياكل لحوم بشر يا رجل في هذا المسلسل برضو معلومة مهمة عن هذا الممثل بالرغم من انه درس في مدارس كاثوليكية الا انه جلس فترة طويلة من عمره معتنق اللا ادرية بمعنى انه كيليان مورفي لا يؤمن بوجود اله ولا يؤمن بعدم وجود اله ما يهم وجود الاله من عدمه ومع الوقت وبالتحديد بعد مشاركته في فيلم سانشاين صرح كيليان مورفي وقال الفيلم بالنسبة لي كان معركة ما بين العلم والدين كنت اعتنق اللا ادرية من قبل ولكن الان انا ملحد فيب كيليان مورفي ملحد يا جماعة لا يؤمن بوجود اله ولا يؤمن باي قضية او معتقدات دينية عمر كيليان مورفي الى تاريخ هذا الفيديو 44 سنة وأهم أدواره القادمة بيكون دوره في الجزء الثاني من فيلم اكوايت بلايس واللي المفروض يصدر في العام 2020 وبالتحديد في شهر سبتمبر ولكن للآن ما عندي أي معلومة عن وضع الفيلم هل بينزل في نفس التاريخ المحدد أو هل راح يتأجل بسبب كورونا نتمنى أنه ما يتأجل للأمانة اكتفينا من كورونا خلاصة كورونا رحمونا كفاية تنت إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو شاركونا آراءكم حول هذا الممثل الجميل وأهم أفلامه وأدواره بالنسبة لكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة في حال ما كنتم مشتركين وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله وعشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو كان معكم الوجيه يا مان الله